الآن قضية التعينات والخريجين من يحدد هذه ليس الوزراء الوزراء ليس لديهم صلاحيات حقيقة عندما أقول الوزير يفشل في أداء مهماته على سبيل المثال لنأخذ مثل وزير الموارد المائية ما الذي يفعله ذهب مع رئيس الوزراء إلى تركيا واحتفالات واستقبال كبير ومهيب ومن ثم نحن الآن نشكو من أزمة مياه في العراق وأزمة مياه كبيرة ماذا يفعل الوزير؟ وهناك اتفاقات تمت ولم تلتزم تركيا بهذه الاتفاقات الجانب الآخر خذ مثلا وزير التربية أو وزير التعليم العالي ظهر وباء كورونا كل العالم بدأ يغير في أنماط التدريس والتعليم عطل أو قطع الدراسة أو تمديد فصول هذا اللي سووا الناس هذا سووا كل العالم والإعراق ما كان سوى والإعراق الآن سوى الآن الرأي العراقي حتى البرلمان العراقي المشكلة يدعو إلى اعتبار نصف السنة نهاية العام الدراسي هذا لا يجوز هذا بالعلم لا يجوز ليست رغبة أو مزاد هناك منهج يجب أن يكمل المنهج ليقال أن الطالب انتهى من الدراسة إذا حضرتك تقول كل الوزراء جابتهم جهاز سياسية بكل تأكيد